في يوم المرأة العالمي تستمر معاناة المرأة الأفغانية التي قد يكون وضعها ربما من بين الأسوأ مقارنة مع ناظراتها في دول أخرى فبعد سيطرتها على السلطة في أغسطس 2021 تعهدت حركة طالبان باحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة لكن هذه التعهدات لم تكن أكثر من كلام يقال أما في الواقع فأصدرت الحركة 17 قرارا مقيدا لحقوق المرأة كان آخرها قرار وزير تعليم العالي بمنع الفتيات الأفغانيات من إكمال تعليمهن الجامعي ليصدر وزير الاقتصاد قرارا آخر يمنع الموظفات من العمل في المنظمات الأجنبية غير الحكومية وزراء طالبان عبروا بقراراتهم الأخيرة عن إصرار الحركة على منع المرأة من أي حقوق تمتعت بها خلال العشرين عاما التي مضت إذا كدى وزير التعليم العالي بأنه لي تراجع عن قراره حتى لو تم إلقاء قنبلة ذرية على أفغانستان كما صرح وزير الاقتصاد بأن أفغانستان على استعداد لتحمل العقوبات وأنها لن تتخلى عن قرارها طالبان لطالما أكدت في تصريحات لها أنها لن تسمح للفتيات باستكمال تعليمهن وأنها أغلقت فصول التعليم الثانوي ولن تسمح بتعليم الفتيات إلا في المراحل الأولى فقط وتملك الحركة التي صعدت إلى السلطة لأول مرة عام 1996 سمعة سيئة في التعامل مع ملف حقوق المرأة إذ فرضت على النساء الأفغانيات زيا متشددا يغطي كامل الوجه ومنعتهن من ارتياد الأماكن العامة ومن إكمال تعليمهن بعد سن الثامنة منذ ذلك الوقت